يعني يبتدينا سنة جديدة بالفعل ودايما السنة الجديدة لازم تبدأ معها كده أهم الحاجات اللي بتشغل الرأي العام وهي طبعا الرياضة ولو تكلمنا عن الرياضة هنتكلم على كرة القدم اللي غالبا هتشهد السنة اللي جاي أحداث كتيرة جدا جدا واللي بدأت بانتقال كريستيانو رونالدو لنادي الناصر السعودي دغير أننا منتظرين طبعا موسم انتقالات شتوية وأحداث كتيرة جدا في العالم سي كاس العالم لكرة اليد وكاس العالم للأندية وغيرها من الحاجات الكتيرة جدا جدا خلونا نتكلم عن كل التفاصيل دي مع الناقد الرياضي محمد عفيفي صباح الخير عليك يا عفيفي وكل سنة وانت طيب صباح الخير بس أنت هانم صباح الخير سيد أحمد صباح الخير على كل مشاهد صباح الخير مصر أي ناما كانوا كل سنة وكل الناس بألف خير وسعادة عرب أني قبل ما أبدأ معيك مبارات مبارح اللي أنت كنت بتعلق عليها الأهلي والزمالي خليني لتبكرة الطائرة طبعا خليني أعرف منك كده الأول وأسألك سؤال حلقتنا قضيت راس السنة إزاي وذكراتها معك إيه مش شغل مش شغل معلق على المباراة بعد الشغل ما عملتش حاجة والله ما كانش قوي فيه طاقة كبيرة لكنه هو الطريق كفاية لو أحنو من مكان الشغل للبيت يعني وبعدين عدت مع والديتي الحقيقة عملنا صهرة كده حلوة في أحلمين كل سنوية طيبة أحرك طيبة فلا يا عجواء اليوم ده يوم عيد الحقيقة بشكل مختلف حتى فيه شغل مفهوظ شغل بس ببقى فيه حالة حلوة لكل الناس حكي لنا بقى عن المباراة مبارح لأهلي والزمالك لكرة الطائرة مباراة هي الزمالك والأهلي لأنها مباراة الزمالك أو على ملعب الزمالك في متى عقبة وكان الأهلي تفوق فيها تلاتة لاشئة من أشواط الزمالك ما بلعبش بمحترفين في الفترة دي كفريق كرة طائرة عنده لعيب هيرجع من أعارة من الصين يوشباني هذا الكوبي كان مساهم مع الزمالك أن ياخد لقب الدوري وكاسف الموسم اللي فات الأهلي تفوق بخبرات العبي عبدالله عبدالسلام وحمد صلاح التقالقوي مع محمد مصر الحميد ويمكن احنا عارفين مشكلة الإدارة الفنية بالنسبة لنات الزمالك شريف الشميرلي موجود على المدرجات أو الكابتن شريف الشميرلي مش هو اللي بيقود لأنه عنده مشاكل مع التحاد الأفريقي والتحاد الدولي ما عندهش كرنيل الإدارة فدي بتأثر بشكل أو بآخر لكن هي مباراة في إطار المرحلة الثانية من الدوري الممتاز المرتبط بفريق 15 سنة وما بتأثرش على الهيكل العام بتاع المنافسة لأنه الاتنين كده كده من المجموعتين في ست فرق في كل مجموعة أربع بيتأهلوا لمرحلة الفاينال إيت أو تمانية أكبار فكده كده تقريبا لأنه كان الأمور واضحة أنه الأهلي وزمالك ضمن الأربع الأوائل المؤهلين كان بس على الصدارة وفكرة أنه من يد عين حمراء من البداية أنه بينافس على لقب والدرع والدهب في موسم جديد لأنه الأهلي مش ساكت عايز يرجع تاني لقب الدوري في البطولة المحلية وبطل أفريقيا والزمالك برضو عايز أن هو يبقى موجود ويحافظ على لقب لكن حلو الصراع والمنافسة مختلفة على مستوى رجال وسيدات في عن مكورة طائرة المصرية لو أننا استمتعت الحقيقة بالتعليق على المبرأة كان بقلي فترة كبيرة لا يمكنST المقارنة من التعليقات المميزة دايما أثناء конц TRAVIS معدي أدرسة محمد عفي bagus فكرة أنه دخلت علي المميزة بالت dedicated youtube كما يعلق مباراة الكرة عادي جدا بإسلوب الكرة الى الناس متحبوا على الرياضات المختلفة فكرة إنه تحبب الناس في الرياضة بالشكل التي يشرتها متشويق تفهمهم حاجات تخليهم أنهم يبصوا على الرياضة دي فيكمل المطش بشكل أو منصور مختلف بالضبط كده أنا عايز أعرف هو اللي بيقولوا ده هيحصل ولا لأ فأنا ديهم حتة معينة تشويق كده فيحببوا في الرياضة ويخليه يكمل المطش ده دي رسالة لأنه تعليق مش بس أنت بتوصفه خلاص فكرة أنه بتحط نقط معينة بشكل معين الناس بتحبه بس ما يخلش بلغة العربية مثلا ما يخلش بقوانين اللعبة علشان تحبب الناس فاتشد الناس أنها تحب اللعبة أصلا سواء طايرة أحببتنا مبارح وشدتنا وخلتنا يعني الأغلباء يعرفين نشغل عن البرنامج اللي عامله الرأس السنة عشان نتشوق ونشوف اللي انت بتعمله طيب بما أننا تكلمنا على كرة اليد طيب احنا عارفين أن كاس العالم لليد اللي هتعمل في 2023 هتشارك فيه مصر كونها يعني من المؤهلة لأولمبياد توكيو باريس عفواً 2024 تحديداً شايف مشاركة مصر هتكون إزاي هل هتقدر اللي هي تكسر أو تضيف أرقام جديدة عن المستوى الأخير اللي وصلنا له الاتحاد الدولي لكرة اليد أعلن في صفحته الرسمية عن أنه منتخب مصر ضمن المنتخبات المرشحة للفوز باللقب وده بعد بطولتين عالم ألمانيا والدنماركة 2019 مصر 2021 ولكن فيهم ثامن عالم وسبع عالم مع التطور بالنسبة للمستوى الفني اللي بيقدمه منتخبنا الوطني الأول قيادة باروندو باسكوال الإسباني المدير الفني المتخبنا الوطني وصل لرابع ألعاب أولمباية 2021 بمسمها 2020 في طاقيو اليابنية إذن هناك تطور مختلف معجيل حلو قوي فكرة المسجد فيما بين عناصر الخبرة والشباب صحيح حتى لما أصيب في دورة أبطال أوروبا يحيى خالد بإصابة الروباط الصليبي ما حسناش أنه هيبقى فيه ألأ كبير أول ما نعتمتش على نجمة أوحد موجود وغيابه ممكن يبقى مؤثر فأنت عندك مجموعة كبيرة كمان محترفة فيها الخارج يحيى الضرع عليزين شفناه كمان دورة أبطال أوروبا نسخة الماضية كان مفيز باللقب مع بارشلونا لا فكرة أنه عندك مجموعة من اللعبين حتى دوري بتاعنا دوري كويس قوي والعقلية عقلية احترافية بتفكرني شوف اللي حصل مع المغرب مع وليدر جراجي في كاس العالم فيفا كاتر 2022 لكورة القدم ومجموعة اللعبين الموجودين ده اللي بيحصل أو اللي حصل من قبل منتخب المغرب ومستوى اللعبين خلى الناس تركز مع اللعبة دي تأسسهم صح من زمان دايما مشروع البطل الأولمبي أو مشروع العمالقة أو اختيار صح بعين خبيرة للعبين فأسسنا صح ودايما أساسك صح يا جبل مهزة كريح فعندنا الأساس سليم أبطال عالم على مستوى الناشئين تالت عالم على مستوى الشباب وتامن عالم بعدها سابع عالم بعدها ربع أولمبياد على مستوى الكبار أنت عندك بنية أساسية من اللعبين وعنصر بشر تقيل مدير فني تقيل إدارة أو منظومة حتى لما بيتغير الإدارات بس في مشروع ثابت فأنا أعتقد أن المنتخب مصر في بولندا وسويد البطولة ستقام إن شاء الله في يناير الجاري بإذن الله منتخبنا قادر على عبور الأدوار الأولى وبإذن الله يصل الأدوار المتقدمة في سكيته ممكن يبقى دنمارك أو حاجة لكن إحنا قادرين أن نوصل لمستوى استثنائي كبير لأنه كمان الدنمارك والمنتخبات كبيرة فيها لعبين كبار تراجعوا مجل الهنسن دلوقتي مشوفه مع فريقه البولندي البولندي مش هو الهنسن اللي كان بيخوه في 2021 مثلا ففي أسماء هتبدأ تقن بالضبط بيعتمد عليها المنتخبات الأوروبية الكبرى ومتخب مصر عنده أسماء طلعة بسن صغيرة بس عقلية كبيرة ومستوى فاني عائل فنقدر أن نحن نفس بإذن الله على اللقب لدى ربنا بشمال الله باتبار إن شاء الله يا رب